بسم الله الرحمن الرحيم لدينا هنا مفردة للدرس الكسور المتكافية سوف نتعلم ما المقصود بكلمة كسور متكافية تعريف الكسور المتكافية الكسور التي تمثل الكمية نفسها تسمى كسورا متكافية إذن معنى كلمة متكافية تمثل نفس الكمية اتفقنا؟ نأخذ مثال استعد لدى مصطفى خزانة كتب أحد رفوفها الثلاثة يحوي كتبا إذا قال مصطفى أن سوف نشوف هذا الشكل ثم نكمل الإجابة عليها هذا شكل الصورة الموجودة لدينا هذا الكتب ثلاث أرفف الكتب تحتوي على الرف اللي في الوسط رف واحد موجود به كتب كيف أكتب هذا الكسر؟ لدينا ثلاث أرفف صحيح ورف واحد فقط يحتوي على كتب إذن سوف نضع واحد في البسط صحيح وثلاثة في المقام أحسنته يمثل واحد من ثلاثة يوجد رف واحد من ثلاث أرفف يحتوي على كتبا يسمى ويقرأ بثلث الرفوف يحوي كتبا فهل أستطيع أن نذكر كسرا آخر يمثل الكسر واحد من ثلاثة أو ثلث إذن الآن سوف أوجد كسر مكافئ للكسر واحد من ثلاثة سوف أوجد كسرا مكافئا لهذا الكسر ننظر هنا أجد كسرا مكافئا أكمل الجملة واحد من ثلاثة يساوي عدد مجهول هنا ثم هنا ستة لأحصل على كسرين متكافئين إذن أوجد لي الكسر الأول ولكن في الكسر الثاني عدد مجهول لكي أوجد هذا الكسر أمامي طريقة الرسم الكسر الأول ثم توضيح إجابتي إذن سوف أرسم صورة تحتوي على أرسم مستطيلا وأقسمه على ثلاثة أجزاء متطابقة ثم أضلل واحدة منها إذن سوف أرسم مستطيلي أحوي على ثلاثة أجزاء وأضلل جزء واحد بهذا الشكل لدينا صورة قسمتها إلى ثلاثة أجزاء وأضلل جزء واحد اتفقنا؟ الآن سوف أرسم نفس هذه الصورة وأقسمها إلى كم قسم؟ إلى ست؟ أقسم صحيح إذن أرسم مستطيلا آخر مطابقا للمستطيل السابق وأقسمه إلى ستة أجزاء متطابقة ثم أضلل جزءا مساوي إلى الثلث إذن بعدما أقسم هذا الشكل مرة أخرى إلى ستة أجزاء أضلل نفس الكمية لهنا بهذا الشكل بهذا الشكل إذن كم لدينا من جزء مضلل؟ أصبح لدينا جزءان إثنان بنفس كمية الجزء الأول لذا ألاحظ أنه يوجد ستة في الثلث ما هو العدد الذي سوف يصبح هنا؟ أحسنتهم إثنان لدي جزءان مضللان باللون الأزرى بهذا الشكل لذلك إذن أن الثلث يساوي ستسين واحد من ثلاثة يساوي اثنان من ستة أو ثلث يساوي ستسين ننتقل إلى تدريب آخر أتأكد أكمل لأحصل على كسرين متكافئين مثال الأول نصف أو واحد من اثنين يساوي هنا عدد مجهول وهنا أربعة سوف أقوم برسم هذين الكسرين لكي نوضح كيفية شكل هذا الكسرين الكسر الأول النصف يحتوي على جزء واحد مضلل من أصل جزئين والجزء الآخر الأربعة مقسم إلى أربعة أجزاء بنفس الكمية ماذا لنلاحظ كم جزء في الربع أحسنتم إذن ربعين هنا يوجد ربع وهنا يوجد ربع فالعدد الذي سوف نكتبه هنا ماذا أحسنتم يساوي اثنان لدينا جزءان مضللان إذن اثنان من أربعة أو تقرأ بربعين ننتقل إلى مثال آخر بهذا الشكل لدينا عدد هنا مفقود وعدد هنا مفقود نلاحظ الصورة لكي نستطيع أن نعبي هذين الشكلين الشكل هذا مقسم إلى ثلاثة أجزاء فهو يعبر عن أي كسر الكسر هذا أم الكسر هذا صحيح يعبر عن الكسر الأول كم لدينا جزء مضلل؟ أحسنتم لدينا جزءان فنكتب اثنان ونقرأه ثلثين صحيح بثلثين الكسر الآخر كم جزء مقسم؟ أحسنتم إلى ستة أجزاء ماذا نضع في البسط؟ ماذا نضع في البسط؟ كم لدينا جزء مضلل؟ أحسنتم لدينا أربعة أجزاء مضللة إذن سوف أكتب في البسط أربعة ونقرأه بأربعة أسداس أحسنتم بأربعة أسداس لدينا هنا مثال أكل عماد خمسي فطيرة أكتب كسرا آخر يكافئ الكسر اثنين من خمسة لهو يقرأ بخمسين لكي أوجد كسرا مكافئا لدينا طريقتين إما في القسمة أو بالضرب سوف نختار في هذا الحال نضرب في عدد لكي أوجد كسرا مكافئا إذن سوف أقوم بضرب هذا الكسر في أي عدد؟ سوف أقوم بضرب هذا الكسر في اثنان مثلا إذن سأضرب اثنان في اثنان وخمسة في اثنان لكي أوجد كسرا مكافئا له إذن أصبح لدينا كم؟ اثنان ضرب اثنان أربعة وخمسة ضرب اثنان عشرة إذن ضربت البسط في اثنان والمقام في اثنان ولكن لاحظ عند ضرب البسط في عدد لا بد أن أضرب المقام في نفس العدد لا أستطيع أن أضرب البسط في اثنان والمقام في أربعة لا يصبحان كسران متكافهات وابتعد قدر الإمكان عن الضرب في العدد واحد والعدد صفر لأن العدد واحد لا يغير الكسر يبقى نفس ما هو والعدد صفر يزيل الكسر ويبقى البسط صفر والمقام صفر ناخذ مثال آخر أتحدث من نمط الذي لاحظته لديك نصف يساوي ربعان يساوي أربعة على ثمانية أو أربعة أثمان ماذا تلاحظ؟ من الكسر الأول إلى الكسر الثاني ماذا لنلاحظ هنا؟ أثنان كيف أصبحت أربعة؟ صحيح ضربنا الأثنان في كام؟ أحسنتم في اثنان اثنان ضرب اثنان يساوي أربعة والبسط واحد ضرب ماذا؟ اثنان أيضا إذن ضربت فيه العدد اثنان وهنا بماذا ضربنا؟ أحسنتم أيضا ضربنا في العدد اثنان اثنان ضرب اثنان يساوي أربعة وأربعة ضرب اثنان يساوي ثمانية إذن الملاحظة أن هذه الكسور متكافئة بالضرب في العدد اثنان اضرب كل من البسط والمقام في العدد اثنان نفس ما قمنا بذكره سابقا أكمل لأحصل على كسرين متكافئين لدينا هنا نصف يساوي عدد مجهور من ستة إذن سوف أرسم الكسر الأول نصف ثم أقوم برسم نفس الشكل ولكن بتجزئته إلى ستة أجزاء وأضلل بنفس المقدار المضلل في الكسر الأول بهذا الشكل قمت برسم النصف ثم قمت برسم الشكل مرة أخرى ولكن قمت بتجزئته إلى ستة أجزاء ثم قمت بتضليل نفس الكمية الموجودة لدينا هنا أصبح لدي كم جزء في هذا الشكل المضلل؟ أحسنتم لدينا ثلاثة أجزاء مضللة في هذا الكسر إذن نقول أن النصف يساوي ثلاثة أسداس النصف يساوي ثلاثة أسداس ننتقل إلى مثال السادس هنا فراغ عدد مجهول من خمسة أجزاء وهذا الشكل أو هذا الكسر أربعة من عشرة أو أربعة عشر إذن سأقوم برسم هذا الشكل وأقوم بتقسيم الشكل إلى عشرة أجزاء أضلل منها أربعة أجزاء ثم أقوم برسم نفس الشكل ولكن بتقسيم إلى كم قسم؟ خمسة صحيح؟ ثم ماذا؟ ألاحظ الكمية المضللة وأضلل بنفس الكمية بهذا الشكل قمت برسم هذا الشكل إلى عشرة أجزاء وتضليل أربعة أجزاء في الشكل الموجود لدي ثم قمت مرة أخرى برسم الكسر الآخر قسمت إلى خمسة أجزاء نلاحظ أن الكمية نفسها هنا المضللة بنفس الكمية أصبح لدينا هنا كم جزء في هذا الشكل؟ أحسنتم لدينا جزءان إثنان في هذا الشكل يساوي بنفس الكمية الأخرى إذن كيف يقرأ هذا الكسر؟ أحسنتم خمسين يساوي صحيح أربعة أعشر أكتب العدد المناسب مستعملاً نماذج الكسور إذا لازم الأمر لدينا هنا كسر ولدينا هنا عدد مفقود نصف يساوي كم من الأثمان؟ لدينا طريقتين إما برسم الصورة أو باستخدام العمليات الحسابية سوف نستخدم هنا العملية الحسابية لكي نوجد الحل إذن العدد المفقود في الأعلى فأنا سوف أقوم بحل الجزء الآخر العدد الثنين كيف أصبح ثمانية؟ العدد الثنين كيف أصبح ثمانية؟ أحسنتم بالضرب بالضرب بماذا؟ بأي عدد؟ باثنان؟ أم بثلاثة؟ أو أربعة؟ أو خمسة؟ اثنان ضرب ماذا يساوي ثمانية؟ صحيح الضرب في العدد أربعة يصبح ثمانية إذن اثنان ضرب أربعة يساوي ثمانية أقوم بتكرار نفس العملية في الأعلى إذن سوف أضرب الواحد في أربعة لكي أحصل على الناتج واحد ضرب أربعة يساوي ماذا؟ صحيح يساوي أربعة إذن واحد ضرب أربعة يساوي أربعة واصبح لدينا العدد المفقود هنا أربعة بهذا الشكل نأخذ مثال آخر ثلث يساوي فراغ ثلث يساوي فراغ من إثنى عشر جزء إذن سوف نستخدم العملية الحسابية المناسبة لهذا الشكل هنا ثلاثة عملية ضرب أم قسمة ضرب ثلاثة ضرب أربعة يساوي إثنى عشر إذن أربعة بهذا الشكل نأخذ مثال آخر ثلاثة فراغ يساوي ستة أثمان لدينا عدد مفقود هنا نلاحظ أن العدد المفقود هنا صحيح سوف أقوم بإجراء عملية بهذا الشكل من اليسار إلى اليمين وأقوم بإجراء نفس العملية في الأعلى من اليسار إلى اليمين ستة كيف أصبحت ثلاثة هل أستطيع أن أضرب الستة في عدد يساوي ثلاثة ستة ضرب واحد ستة وستة ضرب اثنان اثنى عشر إذن لا أستطيع أن أجري عملية الضرب على هذا السؤال سوف أجري عملية القسمة أحسنتم سوف أجري عملية القسمة ستة تقسيم ماذا يساوي ثلاثة أحسنت صحيح إذن الستة أقسمه على اثنان لكي يصبح الناتج ثلاثة بهذا الشكل ستة تقسيم ثلاثة يساوي اثنان سأقوم بنفس هذه العملية هنا ثمانية تقسيم اثنان أتجه بنفس اتجاه السهم ثمانية تقسيم اثنان ماذا يساوي؟ فكر جيدا ثمانية أقسمها على اثنان أحسنت يساوي أربعة إذن يساوي نأخذ المثال العاشر هنا عدد مجهول ثم خمسة يساوي ثمانية أعشر يساوي ثمانية أعشر نلاحظ أن العدد المفقود في الأعلى صح؟ باتجاه من اليسار إلى اليمين من اليسار إلى اليمين وهنا سوف نقوم بإجراء العملية الحسابية من اليسار إلى اليمين العدد عشرة كيف أصبح خمسة؟ هل أستطيع أن أضرب العشرة في عدد تصبح خمسة؟ عشرة في واحد صحيح عشرة وعشرة باثنان أحسنتم عشرين إذن إذن لا أستطيع أن أجري عملية الضرب سوف أستخدم عملية القسمة في هذا الشكل عشرة تقسيم ماذا تصبح خمسة؟ أحسنت صحيح صحيح إذن عشرة تقسيم اثنان تصبح لدينا خمسة يصبح لدينا خمسة عشرة تقسيم اثنان يساوي خمسة سوف أقوم بإجراء العملية في الأعلى بنفس الشكل تقسيم اثنان ثمانية تقسيم اثنان ماذا يساوي؟ أحسنتم إذن سوف يصبح لدينا الناتج أربعة بهذا الشكل قمنا بإجراء تدريبات بالعمليات الحسابية لكي نوجد الكسور المتكافية سوف نكمل تدريبات على هذا الدرس بإذن الله في الحصة القادمة أرجو منكم التدرب أكثر على التمارين الموجودة في الكتاب ورسم هذه الأشكال لكي تتضح الصورة لكيفية إيجاد الكسور المتكافية وهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا